الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد هو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد له الحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هو أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصار من ابتغي وأرأف من ملك وأوسع من أعطى وأجود من سئل وأعز من ملك وأعدال من انتقم لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه لن يطاع إلا بعلمه ولن يعصى إلا بحلمه يطاع فيشكر ويعصى فيغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حال دون النفوس أخذ بالنواصي وكتب الآجال ونسخ الآثار القلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب عنده شهادة عطاؤه كرم وعذابه عدل سبحانه وتعالى لك الحمد طوعا ولك الحمد فرضى وثيقا وثيقا عميقا سماءا وأرضى لك الحمد صمتا لك الحمد ذكرا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضى إلهي وجاهي إليك اتجاهي مديدا وطيدا لترضى فرضى لك الحمد من الأجنان وكل كيان رنوا وغمضى أنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون والأمر لو لاك فوضى سبحانك ربي ما قدرناك حق قدرنا وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله من تأمر القرآن الكريم وتصفح السنة النبوية ووقف على آثار السلف الصالح لم يجد قضية نالت من الاهتمام وأخذت حيزا من التفهيم والطرق كقضية التوحيد وتجريد العبادة وتعظيم الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن قضية التوحيد وقضية العبادة لله عز وجل ينبغي أن تكون عندنا من المسلمات وينبغي أن تكون عندنا من الثوابت وبالرغم من أنها قضية واضحة المعالم وبينة المسالك غير أن اللبس أحيانا يكتنف بعض المفاهيم التي في هذه القضية القضية الجوهرية قضية الأمة الأساسية وقضية الدين بل وقضية سائر الأديان وكل الأنبياء جاءوا بهذا الإسلام وبهذا التوحيد الخالص ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتانيبوا الطاهوط وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وخير ما قلته والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إنها قضية الدين الأساسية وقضية الأنبياء وقضية المرسلين وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون وبالتالي كل الأنبياء تنادوا بهذا التوحيد وما جاءوا بغير هذه العقيدة الصحيحة وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الخاتم العدنان هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعا هود النبي وصالح وكلاهما للدين معتقدان وبه أتى لوط وصاحب مدين وكلاهما في الدين مجتهدان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجى من لفحة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأفضل القربان هو دين يحيا مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان وبه أتى لوط وصاحب مدين وكلاهما في الله مجتهدان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سمى على الأقران وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على الزلل له أبوان الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصران بل مسلمون ومؤمنون لربهم حنفاء في الإسرار والإعلان ولشرعة الإسلام خمس عقائد الله أنطقني بها وهداني بالرغم من أن قضية العقيدة واضحة غير أنه مما يكدر صفاء العقيدة التعلق المذموم بالأشياء ومن التعلق المذموم بالأشياء التعلق بالمال لذلك قال صلى الله عليه وسلم تعسى عبد الدرهمي تعسى عبد الديناري والذي عبد الدرهم والدينار لم يصلي للدرهم والدينار ولم يسجد للدرهم والدينار إنما عظم الدرهم والدينار تعظيما يقوم مقام تعظيمه لله عز وجل وإن مما يكدر صفاء العقيدة التعلق بالبشر ولسيما بالعلماء وبالصالحين وبأهل الخير وبأهل الفضل وإن كانوا أنبياء فإن هذا يقدح في العقيدة إذ أن أعظم اللبس الموجود في قضية العقيدة خلط الحقوق ألا يفرق بين حق الله في الإعظام في التعظيم والإجلال والتقديس والذل والانكسار والعبودية وبين حق البشر من الاحترام والتقدير بدءا بالآباء ومرورا بالعلماء كل هؤلاء أحيانا يقدسون ويعتقد فيهم ما لا ينبغي أن يعتقد إلا في الله عز وجل قال جل وعلا مقررا قضية التوحيد قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّا إن الناس يلجأون إلى بشر فإذا به طريح الفراش مريض يقلبه الأطباء كما يريدون يسافر إلى الأردن أو إلى مصر لطلب العلاج والناس يلتمسون عنده النفع والضر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّا قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ إن التوحيد من المسلمات والثوابت هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار تأمل امرأة تعسرت في الوضوع تعسر خروج ولدها وصعبت وفادته وتعسرت ولادته وأيقنت بالهلاق ونزل بها الممات فلجأت إلى منفس الكربات وقاضي الحاجات وقالت يا الله فزال أنينها وخرج جنينها هو الله جل وعلا الذي بيده كل شيء تأمل طائرة في السماء تعطل المؤشر واغتلت الطائرة وخاف القائد وذعر الركاب وضجت الأصوات ولجأوا إلى الله فجاء لطفه وتنزلت رحمته وأنجاهم من الهلاك والطائر معلق بين السماء والأرض تأمل مريض اشتد مرضه شحب لونه تغير جسمه ضعف بدنه انقطعت حيله توقفت وسائله عجز أطباؤه فقال يا الله فزال الداء ونزلت شفاء وسمع الدعاء وإن كنتم مستغربين أنه لا يمكن أن يشفى إلا بمريض وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين إن أعظم القضايا قضية التوحيد وإن من السوء أن نعتقد في البشر ما لا ينبغي أن يعتقد إلا في الله كما فعلت النصارى الذين ظنوا أن عيسى إله وإنما عيسى عبد لله ورسول له وهو من أولي العزم من الرسل ولكنهم يقدسونه تقديسا أخرجهم من الحنيفية السمحاء ومن حد التوحيد إلى حد الإشراك بالله عز وجل وإن بعض المسلمين يفعل هذا في من هم أقل من عيسى عليه السلام إن النصارى فعل هذا في عيسى ونحن نفعله في رجال عاش بيننا وفي أوساطنا ولكننا نقدسهم إلى درجة أننا نعتقد أنهم أحياناً يفعلون ما يريدون وهذا لا يكون إلا لله عز وجل بعض الشيوخ من منطلق السحر يدعي أنه يعلم ما في نفسك والله يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا يوجد جن ولا شيطان ولا أحد يعلم ما في الصدور إلا الله جل وعلا حتى ملائكة الرحمن لا تعلم ما في صدور الخلق وفي صدور الناس إن الكثير من المفاهيم الاعتقادية بدأت تدب في أوصال المجتمع المسلم وهي سبب انهيارنا وسبب ضعفنا وسبب هزيمتنا وسبب تراجعنا وإن من أجل هذه المفاهيم التي تحتاج إلى تجلية قضية التوصل التوصل بعض الناس يخلط يقول نحن لا ندعي الشيوخ نحن لا نستغيث بهم نحن لا نلجأ إليهم نحن نتوسل بهم وما التوصل لم ترد كلمة التوصل في القرآن إلا في موضعين في الخامسة والثلاثين من صورة المائدة وفي السادسة والثلاثين السابعة والخمسين من صورة الإسراء قول جل وعلا في المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بعض الناس يقول ابتغوا إليه الوسيلة بالشيوخ بالشيوخ في الآية فيه الآية قالت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أجاب الشيوخ شنوه يقول لك لا ما الشيوخ وسيلتنا يا أخي الآية ما قالت لكن الآية قالت ابتغوا إليه الوسيلة جاءني رجل وسألني قاد لي يا الشيخ بعض الناس يقول أنت ما عندك طريقة تصل الله إلا بشيخ يقول لهم كذبوا كذبوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما في شيخ أي زول عنده مشكلة يرفع طوالي ما في سكرتير وما في مواعيد أي وقت ترفع يدك الله يديك ما بقول لك تعال بكرة وجد المواعيد امتهت البواب قفلو دا عند البشر أما عند الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أما يجيب المضطر إذا دعاه سبحان الله ما قال المسلم ولا المؤمن المضطر المضطر ولو كان كافرا أجابه الله كما أجاب مشرك مكة وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر أجابهم لأنهم دعوه دعاء الإضطرار وبعض الناس يدعو شيوخه دعاء الإضطرار وشيوخه أموات وربما يناديهم من المسافات البعيدة ظنا أنهم يسمعونه ويجيبونه وهذا من الباطل ومن الزور وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتأوا إليه الوسيلة الوسيلة ما يوصلك ويتتوسل به إلى الله ويتوسل إلى الله بطاعته واللجوء إليه وبسلوك طريق العلم الصحيح الذي يوصل إلى الله ولذلك جعل آية التوسل بين عبادتين جليلتين كأنه يريد أن يقول تقربوا إلي عن طريق هذه العبادات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله التقوى توصلك إلى الله وابتغوا إليه الوسيلة بماذا؟ بهذه التقوى وبالجهاد في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أكثر الأعمال التي توصلك إلى الله تتوسل الوسيلة الوسيلة ما ما تمتطي الوسيلة التي تمتطيها لتصل إلى ما تريد كيف أتيت إلى هذا المسجد بأي وسيلة بعض الناس يقول أتينا بالمواصلات بعضهم يقول وسيلتي سيارة الخاصة بعضهم يقول وسيلتي أرجلي كيف توصلت وبأي وسيلة حضرت واستوسلت وركبت وسيلة كذا الوسيلة الشيء الذي يقربك إلى الله ما الذي يقربك إلى الله؟ توحيده وتعظيمه ودعاؤه وعبادته وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الذي يوسل تتوسل به لتكون قريبا من ربك الذي يقربك من الله لو أني سألت أي مسجد في الطريق قلت له ما الذي يقربك إلى الله؟ يقول الصلاة بتخلينا أكون قريب من الله أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد كثرة السجود الصيام بر الوالدين الإحسان إلى الخلق أدخل الشوخ نشنون هذه عقيدة فاسدة ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله يحب شيء حب مبالغة ميز الذي يلزمنا أن نحب جميع المسلمين وأن نوالي المؤمنين وأن نحترم العلماء وأن نجل الشيوخ حتى كبار السن الذين عندهم شيء نحترمهم ونقدرهم أما أن نشرب ماء وضوئهم أو أن نخلع نعالنا في حضرتهم أو أن نبرك بذل وانكسار عند حضورهم أو أن نخلع ما على رؤوسنا من الأغطية إذلالا لهم أو أن نبرك ونقبل أيديهم أو أن نأخذ التراب الذي يمشوا عليه ونتمسح به هذا عين الوسيلة التي تفضي إلى الإشراك بالله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله التوسل ما يوصلك إلى المقصود قالت العرب قديما إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يرغبوك تخطبي وتكحلي قال لي الرجال ذا يريد يخطبوك ويرجون قربك عشان يقربوا منك يتكحلي وتحنني دي بخلي الرجال انجذبوا للمرأة أي رجل دائر يكون قريب منا أنت تريد أن تكون قريبا من ربك السبيل واضح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه القربة وابتغوا إليه الذل وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الآية الثانية في التوسل في صورة الإسراء في قول الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه الذين تدعون هؤلاء لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل هم أنفسهم يتقربون إلى الله ويرجون القربة إلى الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة يدعون الله ليتقربوا إليه أيهم أقرب الشيخ أم الله يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا الشيخ نفسه يريد أن يتقرب إلى الله الشيخ نفسه الذي أنت تريد أن تتقرب به إلى الله هو في حاجة إلى ربه وفي مولاه يريد أن يتقرب إلى ربه ومولاه إذا أردت أن تتوسل إلى الله فقل يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلتك المشحون يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليخطين يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني إذا ضاقت عليك السب أنحيا وانقطعت بك السبل وأوصدت في وجهك الأبواب فقل يا الله يا ذا الجلال والإكرام توسل إلى الله عز وجل معالم في فهم التوسل هذا معنى التوسل معالم في فهم التوسل المعلم الأول في فهم التوسل التوسل عبادة وقرب فلا توسل إلا بدليل لو سألتني أقود لك من أقرب ما يوصلك إلى الله تتوسل به التقوى لأن الله أمر بها بر الوالدين صنة الرحم حقوق الجيران الإحسان إلى الخلق فعل الطاعات صلاة الجماعة الصوم الفرائض التنفل في الصوم الصدقات هذه كلها وسائل إلى رحمة الله وسائل للقرب من الله ولكن لو قلت فلان وسيلتي إلى الله لا بد أن تأتي بدليل بأن الله نصب الذوات والأشخاص وسائل إليه العلماء وسائل ببسط العلم النافع وتعليم الناس الدين يبصرونك ولكنهم ليس لأحد حق على الله وهذا المعنى الثاني لا يجوز أن تقول اللهم بحق فلان لأن الباء إذا كانت للقسم يعني أقسم عليك يا الله لا يجوز أن تقسم على مخلوق بمخلوق فكيف تقسم على الخالق بمخلوق لا يجوز أن تقسم على الله بأحد من الخلق لأن هذا ممنوع كما جاء في الحديث لا تسأل الله بأحد من خلقه ولو قلت بالحق أي المكان العظيم لبعض الناس مكان عظيم الأنبياء عندهم مكان عند الله عظيم العلماء والصالحون عندهم عند الله مكان عظيم ومنزل عالية لكن لا بد من قبولهم ومن شفاعتهم وهذا أيضا فيه نظر الأمر الثالث أجل ما يتوسل به إلى الله أن تتوسل إلى الله بالله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دائل حاجة تخلي الله اقبل دعاك قول يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان يا ذا النعمة التي يا ذا الملك الذي لا يرام والعزة التي لا تضام يا ملك يا قدوس يا عزيز قل كما قال نبيه عليه الصلاة والسلام إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث قل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إلجأ إلى الله به وتوسل إلى الله به وادعو الله به وافتقر إلى الله إليه وقل يا الله قال رجل والحديث عند النساء وصححه الألباني سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أن الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد قال صلى الله عليه وسلم غفر له غفر له غفر له ثلاثا قل كما قال ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قل يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة أعظم وسيلة إلى الله أن تفتقر إلى الله وأن تنيخ حوائجك ببابه وأن تخضع لسلطانه وأن تسلم لقضائه وقدره قل ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع الأمر الرابع ينبغي أن نفرق يقينا بين التوسل وبين الدعاء والاستغاثة والاستعانة التوسل ليس دعاء لغير الله التوسل معناه حتى يفهم الناس واحد يقول يا أخي التوسل جايز كده بس كيف نتوسل كيف نتوسل إلى الله يقول له كونه تنعد الشيوخ جايز والله يا أخواننا والله البلد فيها شرك لكن أنا ألوم الناس الما قادرين نتكلموا عن الشرك الشرك واضح لكن الناس ما قادرين نتكلموا لأنه دي قضية بتعمل مشكلة تقول اللجوع القبورية موجودة نحن في عندنا من يعظم القبور 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 ذاته ده تلقى الناس قاعدين حول القبور يا أخي والله لا ينفعك ولا ينفعه ينفع الميت ديقول يا الله أرحمه لأنه محتاج لك هو هو ميتنا تاني خلاص ردمه بالترب تاني هو محتاج لك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واحد بنادي في شيخه شيخ ميت قال يا السابق قولت يا قال قبل ما تقول يا هو بجي لحقك قبل ما تقول يا مسمنه السابق قولت يا يعني النداء بيكون بيا كان قلت يا قبل ما تجيب اسمه الشيخ هو بكون جاء وحصلك والله ما يحصلك ولا يحصر رغبته هو لو بيحصر رغبته البرجله تحت الواطشن وفي عالم في السودان بروفسر كبير قال له في كتاب قال لو انت نادية الشيخ يطلع من قبره يقدر حوائج بتحتك ويحل لك مشاكلك وتاني يجي راجع ينمجو والغبر تاني معقول زول دفنه تحت الواطه يقوم بروفسر بروفسر كبير جدا انا كان ورديدكم اسمه بتقوموا جاهلين حسن بروفسر كبير في علوم الشريعة قال الشيخ يطلع من قبره وهو ميت يقضى حوائج الناس ياخد الشيخ كان طلع من قبره وليقى العاصمة تغيرت والابراج والبيرجر ما برجع تاني اكلق بجد هو كان مراج ما برجع بجد اكلمك بعد ما يرجع الخرصم اتغيرت بيقى في برج الغزافي وبيقى في الملتقنين هو لما مات ده كل ما كافي بعد ما يطمع المرجع شتاني وكان هذا يرجع ياخد الشتا يا ناس العقائد والله العقيدة دي انا ما كنت اصدق لو ما جاءنا واحد بروفسر عالم كبير مؤلف مية كتاب عنده مية كتاب مؤلف موجود الآن في الساحة ولو انا اتكلمت عنه يطلعوني غلطان وهو قال الكلام ده زال اتكلم عنه ما فيه عشان اورك انه المقاييس والموازين في البلد مقلوبة اخواننا حق الله لا ينبغي ان ان تقوم به جماعة دون جماعة التوحيد ده ما حق جماعة التوحيد هو توحيد الله الذي يهم كل مسلم لماذا يسكت الناس عن قضية التوحيد باعتبارها من المسلمات والثوابت يخل كب الله واحد جد رجل الصحابي كان قبل ان يسلم سأله نبي سلم قال كم اله تعبد يا عبيد قال سبعة آلهة قالوا كيف هي قال واحد في السماء وستة في الارض قال من الذي ترجوه لدرك قال الذي في السماء ومن الذي ترجوه لنفعك قال الذي في السماء قال له النبي عليه الصلاة والسلام وما بال آلهة الأرض قال توصلني إليه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا واتخذوا من دون الله شفعاء وقالوا وأولياء وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم قد تتوحيد ينبغي أن تكون من المسلمات التوسل أن تقول اللهم اعطني ده التوسل بحق فلان وأشان خاتر شيخ فلان ده اسمه توصل وده ذاته ما في دليل إنه تقول بحق فلان التوسل إما تقول يا الله أشان أنت الكريم الديني وأشان أنت رحيم أرحمني وأشان أنت قريب أسمعني وأشان أنت قوي أنصرني وأشان أنت عزيز عزني وأشان أنت غني أغنيني توصل المأفق كلام بقيت تقول يا الله أشان خاتر فلان أديني والدعاء تقول يا فلان أديني الأول توصل والثاني دعاء لغير الله شرك شرك الدعاء هو العبادة من دعا غير الله عبده ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يوم القيامة وكانوا بعبادتهم كافرين سماها الله عبادة قال دعاء قال وكانوا بعبادتهم فرق بين فرق بين الاستغاثة استستغيثون ربكم يا الله يا ذا الجلال والإكرام أو يا فلان الحقدي يا فلان فزعني مدد يا فلان مدد مدد يا الشيخ الفلان مدد هذا شرك المدد من الله ويمددكم بأموال وبنين البمد الله يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين قد بمد الله لازم تعرف العقيدة دي تكون عقيدة يا أخي والله في ناس عقائد عجيبة بيتعلق في الشيوخ الشيخ فعلا بيعلمه وفعلا هو بيحبه أي يزول بيعلم كتب يحبه والله نحن العلمون في الابتداء العلمون العربي والرياضيات والحساب لحد يوم الليلة بنحبهم وندعو لهم في سجود فيه الناس ماتوا وفيه الناس من الابتداء لحد يوم الليلة ما لاجيناهم لكن ندعو لهم ربنا لأنهم معلمونا البعلمك بتحبه لكن ما تقدسه البعلمك تحترمه لكن ما تعبده والعبادة كيف الذل والدعاء والاعتقاد فيه أنه ينفع وأنه كذا مشاهد بعض المناطق أتكلم قال لي يا شيخنا ميحنا عقيدتنا في ناس فلان قلت له أنا عقيدتي في الله ودي ما فقو عقايب العقيدة وحده في الله هي سموها عقيدة ليه لأنه الزلب بيعقد عليها عقد العقد الشي المعقود ده معناه موثق مربوط تعقد قلبك على عقيدة وحده أن الله بيده ملكوت كل شيء هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بعد فجل سبحان الله عما يشركون ثاني يا أخي كي جيب ليه واحد عنده صفاء القدر دي بس جيب ليه واحد قول ليه عنده صفاء القدر دي لشانا أنا أختنع مافي كلهم بشر وكلهم فقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموحدين المؤمنين المخلصين المستيقنين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من المعالم المهمة في التوسل التفريق بين التوسل بدعاء الرجل الذي يرجع صلاحه وبذوات الصالحين يجوز أن تقول للرجل ادعو الله لنا ما في ذلك بأس لو قلت لي يزول تظن إنه صالح تتوسم فيه الخير تقول لي يا فلان أدعو لنا معك ما في شيء يمنع هذا جائز لأنه هو حيقول شنوه حيقول يا الله تعمل لي وتعمل لي فلان صحبي يا الله تدين ما في بأس هذا توسل جائز فريق بين تقول لي يا زول أدعو لي وبين أنت تدعو الله وفي دعاك لي الله ادخل زول بينك وبين الله أنا ده والحمد لله كان في زول دائر مني موضوع جاب لي واسطة بضايك بالمناسبة ما بقبل يشوف واحد صحبي شديد يقول لي يا اخ فلان ده قال عنده فتوى أقول لي يا اخ أنا بيتي فاتح ما يجيني طوالي في زول جائني وقلت لنا بفتيك إلا تجيب لي واسطة بل لو واحد جائني طوالي السلام عليكم عليكم السلام يا زول أنا دائر فتوى وجيتك أول مرة شوفني وما تعرف لي قبل كده أنا ما بعرفك أفتني بفتيو المخلوق بيكون كده فكيف بالخالق جل وعلا ما تدخل بينك وبين الله زول البيعلم الله فيك الخالق ما بيعلموه نحن ما عندنا زول تمشي تحكيريه وذنوبك كما يفعل في الكنيسة عشان هو يتوسط لك للمغفرة أدفع يدك طوالي يغفر لك وبعدين أكلمك رب أنا ما داير فلهمه دعا منمك يا الله أنا ما عندي أغيرك ما نسائل أديني انتهى الكلام ربنا ما داير تنميق ياخذ ربنا يا أخوانا دا رب العالمين فرق بين أن تتوسل بدعاء رجل صالح وبين أن تتوسل إلى الله بالرجل الصالح تقول لي يا الله أديني عشان خاتر فلان يا أخي ربنا ما داير حاجة قدولي قول لي يا الله داير ولو داير استجاب لك تشكره لأنه ربنا بحب المتح أثنى عليه عظمه واطلب منه قل ربنا آمنا بما أنزلته دا عمل صالح واتبعنا الرسولة عمل صالح لأجل ذلك فاكتبنا مع الشاهدين ومن طلب الدعاء من الذين يتوسم فيهم الخير سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدعو الله له الرسول عليه الصلاة والسلام بجلالة قدره طلب مني وطلب منكم جميعا ندعو له قال لما تسمعوا الأزان سأل الله لي الوسيلة نحن الجميع نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة نحن قاعدين نسأل الله لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي نحن قاعدين نطلب آتي آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حتى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء من المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم نحن ندعو لنبي سلم اللهم صل على محمد نحن نقول له الله أرفعوا وأعليه وعلى آل محمد كما صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك نحن نطلب من الله أن يبارك في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله غني عن دعائنا له ولكن الصلاة راجعة إلينا أجرا وثوابا لأننا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا بها عشرا ففرق بين التوسل بدعاء الرجل الصالح والتوسل بالصالحين وبذواتهم لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب بدعائه الناس قاعدين قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك لو في مطر دارنا يسأل رسول طوال رفع الدين رفع نبي صلى يده على المنبر دخل من الباب رجل وقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك العيال وهلك وانقطعت السبل وأجدبت الأرض ادعو الله لنا فرفع يديه فدع الله قبل أن ينزل من المنبر والسماء صافية ثم فيها سحابة خرجت سحابة كأنها ترس ثم انتشر السحاب فخرجوا يمشون في الوحل فأمطرت السماء سبعا حتى الجمعة التي بعدها ما رأوا الشمس فجاء رجل من نفس الباب يقول يا رسول الله السيول والأمطار وأهلكت الزر وأهلكت الناس ادعو الله لنا فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال حوالينا ولا علينا كنا نتوسل إليك بنبيك اليوم نتوسل إليك بعم نبيك ليه ما توسل بالنبي في المحل عليه الصلاة والسلام لأنه كان يتوسل بدعائه هو يريد دعاء والتوسل بالدعاء جائز فقام العباس وقال الناس يقول لك العباس الصحابة توسلوا بالعباس العباس قال شنو الناس والله العظيم خلط عجيب قال شنو رفع العباس يده ما زاد الناس الصالحين ما بجدوا الكلام قال اللهم لا ينزل بلا إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة اللهم تبنى إليك فاسقنا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين نزل المطر في الحال حتى قال الصحابة قمنا نهنئ العباس قاموا يهنئوه يقول له مبروك مبروك يا العباس العباس ما تجعلين أنا متأكد أي زول جعلين بكون يضحك في الخطبة يقول العباس جدا استجابوله العباس استجابوله لكن تستجابلك العباس فوق لا رضي الله عنه كويس أهل العباس مش انتهى العباس قاموا الناس أنه قاموا له مبروك لأنه زول وقف دعا الله المطر جات في الحال مبروك والله يهنئوه لكن شوف الدعا قال العباس قال اللهم لا ينزل بلا إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة اللهم تبنى إليك فاسقنا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين فنزل الغيث في الحال الغيث في الحال هذا توسل الصحابة بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم ياذا الجلال والإكرام وياذا الطول والإنعام وياذا البر والإحسان اللهم ياذا العزة التي لا تضام والملك الذي لا يرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت قيوم السماوات والآراضين ورب الخلائق أجمعين اللهم رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا فرجته ولا همّا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها صلاح ولنا فيها رضا إلا وأعنتنا عليها يا رب العالمين اللهم حبّم إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اتماعنا هذا اتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقية ولا محرومة يا رب العالمين اللهم رفعنا أكف الضراعة إليك ولم نرفعها إلى أحد غيرك اللهم أكفي بلادنا الشرور اللهم أكفي بلادنا الشرور اللهم أكفي بلادنا الشرور اللهم أكفي بلادنا كل سوء اللهم أراد ببلادنا سوء اللهم فأكفنا شره وجعل تذبيره تذميره يا رب العالمين اللهم وفقنا لكل خير وسددنا لكل طاعة اللهم إنا نسألك الغنيمة من الرشد والسلامة من الإثن والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء ونعوذ بك اللهم من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم